خبر في منتهى السعادة في منتهى السعادة اللي هو حلمي مشهور قعدوا مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم كان معايا من أسبوع تقريبا وقال لي أنه الجماهير في مباراة مصر والسنغال في تصفيات كهس العالم في المباراة اللي هتقام على أستاذ الكاهرة مش هتقل عن 50 ألف مشجع مش هيقله عن 50 ألف مشجع النهاردة الخبر السعيد الخبر الأكيد أنه هيبقى فيه 60 ألف مشجع في مباراة مصر والسنغال بحسن ما علنت وزارة الشباب والرياضة اليوم وقالت أنه كل الدولة كل الناس في الدولة كل الناس عايز تدعم المنتخب وكل الناس بتساعد أنه المنتخب يقدر يقدر يقدي مباراة كبيرة يوم 25 مارس على أستاذ الكاهرة في المباراة الفصلة من تصفات أفراكة المهيلة الكأس العالم وكل الناس عايزة الجماهير تبقى موجودة في المدرجات وتدعم اللاعبين وتدعم الجهاز الفني وإحنا هنا وإحنا وقفين هنا هنفضل لحد يوم 25 مارس يعني بعد شهر تقريبا بعد شهر تقريبا ندعم منتخبنا ندعم اللاعبين في المنتخب ندعم جدا الجهاز الفني لمنتخب مصر